الماتش 7-3-0 نادي الأهلي الاستحواز نادي مصر 47% نادي الأهلي 53% التصويب على المرمى نادي مصر 5 من 9 نادي الأهلي 7 من 11 الركنيات ودي عايز أتكلم عليها مع الكورس 7 معاكو برضو نادي مصر 3 ركنيات ونادي الأهلي 6 ركنيات بنسبة لكابتن محمد الشناوي في ماتش النهاردة طبعا تصدى ضربة جزاء تصويبات على المرمى 5 من 5 تمريرات 22 تمريرها صحيحة من 26 الشناوي بقى خلال جميع المباريات لعب 28 مباراة دخل المرمى 8 أهداف شباك ونظيفة 22 تصدى ل3 ركنيات جزاء والتصويبات على المرمى 55 صدها من 66 وصناعة أهداف واحد ولو أني أنا فاكر أنه صنع هدفين أبل كده بالنسبة لعمر السولي عشان احنا كنا بتكلم على عمر السولية برضو تمريراته الصحيحة 31 تمريرة من 43 تصويبات على المرمى واحد من واحد تمريرات بينية 2 من 3 قطع التمريرات 2 من 4 وأعتقد أن دول من نجوم المباراة عمر السولية طبعا من المنشي اللي فاتحنا تكلمنا عليه كويس قوي من نجوم المباراة محمد الشرنوي زي ما تكلم كابتنا علاقه زي ما تكلمه الديوف كلهم أن هو تقريبا أكثر اللي عاجين سببتا في المستوى ثقة كبيرة جدا ثقة كبيرة جدا اللي لعبته ثقة كبيرة جدا للجمهور هو مطمننا يعني وجوده في الملعب بيطمننا زي وليد سليمان بالزبط اللي أنا عايز بس أتكلم عليه دلوقتي وهتكلم على الماتش كمان شوية تاني حتة أن النادي الأهلي هو اللي بيصنع